اشتركوا في القناة اليوم ان شاء الله في ساعات الظهر تقريبا او بعد ساعات الظهر رح نبدأ بتنزيل توقعات السنوية للأبراج طبعا كل ربع ساعة رح ينزل عندنا برج رح نبدأ من الحمل طبعا طول النهار لحديث ما ينزلوا كل الأبراج ان شاء الله رح نبدأ بعملية التحميل والرفع لها وكل ما بد جز واحد بنزل ان شاء الله الاهم انه توقعات رح تكون مميزة بطريقة جديدة يمكن تتفاجأوا انه ما حد عملها او ما حد رح يعملها ما فيها انه والله عشان المشتري دخل هيك فانت رح تنشط بهيك ورح تلاقي ورح تتعلم ورح تسافر والإيجابيات للزيادة التوقعات رح تكون بطريقة مميزة جدا ياريت انه لما تيجوا تسمعوها تكونوا مجهزين ورقة وقلم على اساس انه تسجلوا التواريخ اللي انا بذكرها لانها هي رح تنفعك بإيجابيتها ورح تنفعك لانك تنتبه من سلبية السنة القادمة اللي هي الفين عشرين واحد وعشرين بتمنى انها تعجبكم لا تنسوا من الدعم ولا تنسوا من الشير واللايك لا تنسوا من عملية انكوا تنشروها قد ما بتقدرو يعني مش نوع من انواع انه انتو مجبرين بفعل هذا الامر او برضو ما بترجع عشان تعملوا هذا الامر يعني اللي حابب انه الخير الي ولكوا برضو ويستمر في هذا الموضوع خلينا نعرف الناس ايش يعني علم الفلك يعني مش مجرد له كلامه وصف كلامه وإيجابيات كذابة او سلبيات محبطة ومرعبة يا ريت انه تهتموا بهذا الموضوع وبتركوا لكوا الامر طبعا كل واحد لذوقوا وكرموا طبعا اليوم توقعاتنا اليوم الاحد سبعة وعشرين اتناعش القمر ما زال موجود في برج الجوزاء او استقرب في برج الجوزاء وفي منزلة الهقعة وهي سيئة لا تصلح الا الاشياء المضرة بما ينفع كمثل استخراج السموم والاسحار وغيرها ومن الافضل عدم البدء باي عمل جديد ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة تسعة وخمس دقائق صباحا لا ينتقل بعدها الى منزلة الهنعة وهي تصلح للمحبة والخير والقبول طبعا بما ان القمر موجود في برج الجوزاء فتأثيره رح يكون على جميع الابراج في هاي الفترة بننشط في اتصالاتنا وبنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في افكارهم وفي تصرفاتهم يعني اكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد او كلمة تقال علينا انجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها بوسعنا ايضا الانضمام لدورة دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية نادي اما بالنسبة للزوايا الفلكية فعنا اول زاوية فلكية هي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين زحل وهي رح تكون في تمام الساعة 41 دقيقة صباحا بتساعدنا على تنظيم شؤننا بشكل فاعل وبتخلق لدينا حس بالشعور بالمسئولية اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث ايجابية برضو بين القمر وبين المشتري وهي رح تكون في تمام الساعة 2 و 53 دقيقة صباحا نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول ان نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية طبعا بما ان القمر رح يكون موجود في برج الجوزاء فخلو المسار القادم رح يكون يوم 29-12 رح يبدأ في تمام الساعة 3 و دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة 10 و 28 دقيقة ظهرا لا ينتقل لبرج السرطان اما بالنسبة لعمر القمر القمر المحدب 3-13 يوم في تمام الساعة 12 و 40 دقيقة ظهرا بيصبح 14 يوم نسبة الإضاءة 88% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 19-1 مزاجه سعيد بنسبة 85% القمر في الجوزاء حتى يوم 29-12 سعيدة بنسبة 50% اما بالنسبة العطارد في الجدي حتى يوم 8-1 سعيد بنسبة 45% الزهرة في القوس حتى يوم 8-1 منتحسة بنسبة 12% المريخ في الحمل حتى يوم 7-1 منتحسة بنسبة 40% المشتري في الدلو حتى يوم 13-5 منتحسة بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% اورانوس في ثوربيت راجع حتى يوم 14-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ابتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات فاوض بثقة وجراءة وحاول الدفاع عن مواقفك وقضيتك لكن اتجنب الكلام اللاذع ممكن ما ترتاح بسبب كثافة الأعمال فباكر لعملك ولا تعرض نفسك للإرهاق تتميز بالفاعلية والدينماكية وممكن تسمع جواب بيعجبك لا تبالغ بمصروفك برج الثور بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم اتجنبوا النفقات بتهتم لوضاعك المالية وبتغوض تجربة مهمة بتمتحن موقعك وخبراتك لا تجازف بأموالك أو باستقرار وضعك المالي تريث حتى تتوضح الأمور ما تبالغ بمصروفك احذر من المنافقين ورتب وضعك المالي بشكل جيد برج الجوزاء أنتم قادرون على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها بتكثر المشاريع وبتختلط الواجبات كون جدي وموضوعي في تنظيم أمورك حدد أهدافك وأولوياتك باستطاعتك استعادة الموقع وإنجاز الكثير برج السرطان بينال التعب منكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتمهوا كثير لغذائكم وراحتكم بشير القمر لركود وتأخير في سير الأمور حاذر من التراجع الصحي والمعنوي استرح بعيد عن الأضواء ولا تختلق أعذار للغروب من المسؤوليات والمهمات برج الأسد بتنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الأصدقاء هذه الفترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد أحدهم لا تبقى وحيد حاول أنك تشارك في مختلف الورشات والنشاطات تستعيد حماستك وحيويتك وبتتكيف بسهولة مع الظروف والأحداث وبتشارك بفعالية معينة برج العذراء حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم أو مفاجأة لا تهدد سمعتك بالخطر ممكن تقلق بشاء لقاء أو وضع أحد أفراد الأسرة هاي فترة مثمرة ومهمة جداً ورح تكون أسهل وأقل إرباك إذا أنت كنت جاهز برج الميزان اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد هاي فترة حافلة بالنشاطات ممكن تتلقى خبر من الخارج أو من جهة غريبة حاول تسهيل أمورك ممكن تهتم بثقافة مختلفة الأمر اللي ممكن يشجعك على الانضمام لنادي أو جمعية برج العقرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة ولا تسمح لل لأي أحد بالتشكيك بقدراتك لا تكون جارح الكلام بل فاوض بهدوء ودبلوماسية كون حريص على حقوقك تتحسن الأجواء وممكن تحصل على الفرصة المناسبة لتبرير أخطائك برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفة هاي فترة صعبة تثقل خلالها الهموم والمسئوليات لا تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب باردة لا تتسرع في اتخاذ القرارات برج الجدي واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم حاذر من تراجع صحي ولا تسمح للواجبات بالتزام ولا بالتراكم كون أكثر تنظيما وأحسن إدارته اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي فض القسط من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن برج الدلو ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا وبتكثر التنقلات والزيارات أو الاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا بتصبح الأجواء أكثر سهولة ممكن تظهر لك هاي الفترة لقاءات طارئة مع الإخوة أهمش أنك تقدم لهم المساعدة والدعم اللازم فترة ناجحة ومطمئنة برج الحوت تنهمكوا بأمور إلها صلة بالبيت والعائلة لا تتهرب من المسئوليات وإن كثرت نظم وقتك بشكل جيد عشان تتفادى أي تقصير لا تبخل على العائلة بالعطف والنصائح كما إنها فترة مناسبة للارتباط ممكن تشعر بالانزعاج أو القلق حول مسألة شخصية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة